اشتركوا في القناة اصبحت وقفتنا الزامية واصبح تضامننا الزاميا واصبح تضامننا قلبيا فداء لغزة وفداء لفلسطين وشاب فلسطين وفداء لأرواح الشهدائنا ليلة البارحة عشنا اسوأ ايامنا بهذا العالم عشنا مجازرا وعشنا دماء وعشنا ليلة سوداء ليلة حمراء بدماء شهداء قضوا حتفهم نتيجة غزو اقل ما يقال عنه لا انسان ارهابي صهيوني نسأل الله عز وجل يرفع هذا البلاء والابتلاء عن شعبنا الفلسطيني بغزة ونسأل الله لهم الصبر ونسأل شهدائنا الرحمة والفردوسة الاعلى ومقاما للشهداء احياء عند ربهم يرزقون وقفتنا اليوم هي وقفة مغاربة هي وقفة مواطنين المغاربة بعد الرباط ثم ليلة الرباط البارحة تأتي صباحة يومه بالمحكمة التدائية المدنية بالدار البيضاء وقفة للمحامين ببدالهم ووقفة نصرة نصرة للإسلام ونصرة لدعوة الله تعالى لنا بوقوفنا لفداء لأرواح شهدائنا بفلسطين ونرجو الله لهم الصبر ونرجو الله لهم الصبر ونرجو لحكامنا العرب ان تستفيق هويتهم العربية وان يستفيق دماؤهم العربية وان تستفيق وتينهم العربي وان يستفيق نصرة لهؤلاء المدنيين الشهداء ذاك الشعب الذي لا يرجو من الله إلا نصرة وطنه وأرضه وحبا في تراب أرضه وحبا في كلمانته وهويته ويبحث عنها ويحارب لأجلها فنسأل الله لهؤلاء العرب لهؤلاء الحكام العرب أصحاب الكراسي العربية وأصحاب اليد العربية وأصحاب الأسئوليات العربية أن يستفيق نصرة لله تعالى قبل عبادي الله تعالى نشعر بالشميع زيز أكثر من غيرنا مما يقع يوم في غزة لأن ما يقع اليوم هو استهتار بالقرارات للأمم المتحدة هو استهتار بالمواتيق الدولية وبالقوانين المنظمة لحياة الشعوب والدول اليوم نحن نعيش إبادة جماعية لشعب أعزل لا شيء إلا لإرادة فرضية متجديرة في العصبية متجديرة في الوحشية لتسعى إلى إبادة شعب وترحيله تصوروا ما هي أن الشعب يتكون منج المليون وما يزيد من المواطنين المسالمين الذين يعيشون في وطنهم يسعيون مدكياء المختصب للأرض ولحقوق إلى تهجيرهم من أرضهم من وطنهم تحت صمت وردوق العالم في أكمله هذه كارثة إنسانية جيني يوم باش نقوله بأنها تشير مخالف القانون ومخالف الإنسانية ونصرق فيه نصرق فيه هاد كيان السيوني نقوله كفا كفا من الاستهتار بكل ما تواطعت عليه الأمم والشعوب والدول نحن اليوم نقول بأنها تشي يجب أن توقف وأن شعبنا فيه زي يجب أن نعيشها وينعم بالهدوء والسلام وهذه فرصة لنترحم على شهدئهم ولنقول بأنه نحن معكم إخوان في غزة نحن وراءكم نحن نتضامن معكم مطلقا وكليا وندعو إلى محاكمة جميع المسؤولين على هذه التصرفات الوحشية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر